مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن صفاعتهم شاهدنا نهار اليوم على أغلب المناطق الشمالية للوطن عدد الاستقرار من جديد ببعض المناطق الصحراوية بعدما شاهدنا تساقط لبعض الأمطار البداية ستكون إذن بصورة القمر الإصطناع توضح لنا السحب العابرة التي ميزت نهار اليوم المناطق الشمالية للوطن سوى بنسبة لسواحل وحتى الولايات الداخلية كانت أكثر كثافة مرفوقة ببعض الأمطار الرادية فيما يخص مرتفعات الهجار والتسري وحتى مناطق الجنوب الشرقي للوطن غدا بحول الأحوال تقسى المرتقبة حسب مصالح الأرصاد الجوية ترتقب إذن سماء صافية تماما بشمال الوطن عدد تشكل بعض الصحوب العابرة بالنسبة للولايات الشمالية بعض الضباب الذي سيكون في الموعد على الولايات الوسطى وحتى الشرقية سوى بنسبة لسواحل وحتى المناطق الداخلية نرتقب قدوم بعض الأمطار التي من المحتمل أن تكون في الموعد أواقع النهار الغد بنسبة للمناطق الداخلية الغربية بصحراء الأجواء ستمير إلى الصفاء عادة تشكل بعض الصحوب العادية مرفوقة ببعض الأمطار لكن ستكون متفرقة بالنسبة للمناطق التي تقع بالجنوب الغربي للوطن درجتان دون السفر إذن ستسجل خلال هذه الليلة والصباحات الغدو بتحديد بقسنطينة وسطيف درجة واحدة تحت السفر ببتنة درجة واحدة بالجلفة درجتان بتيرد غليزان ما بين خفص درجات إلى تسعة بالنسبة للسواحل لن تتعدى إذن لعشر درجات بشمال الصحراء ست درجات بورقلة حاسم سعود 14 درجة بإليزي نفس المقياس بأدرار 15 بعنصة لحظة تقارب 24 بأقصى الجنوب الجزائري وأخيرا 15 درجة في مخص ولاية تندوف أما لظاهرة الغددان الحرارة القصوى ستبقى مستقرة لكن على مقياس سيكون دائما بتليمسا 22 درجة 20 درجة بتيرد وغليزان 15 درجة بتزيوزو 17 بالعاصمة عنابا وسكيكدات 22 أيضا بوهران ومستغانم 13 ببتنا 18 بقلمة سقراس 23 بشمال 22 درجة بإليزي 33 بيعين صالح أدرار وحتى بيتندوف لتقارب 40 درجة فيما يخص بورج بجي مختار وعنكس للملاحة والصيد البحري نهار الغددان البحر سيبقى دائما قليلا لتراب إلى مضطرب محليا وخاصة على السواحل الغربية أين سرعة الرياح يمكن أن تشتد لتصل إلى 60 كم في الساعة سرعة الرياح تترحم بي 30 إلى 40 كم على السواحل الوسطى وحتى الشرقية أين الرياح ستأتينا ضمن التيارات غربية شمالية غربية لكن ستأتينا من شرقية إلى شمالية شرقية هذا على السواحل الغربية أما عن وقت شروق الشمس لخص العاصمة وضوحها لنهار الغد سيكون في حدود الساعة السادسة صباحا 40 دقيقة تفاصيل أكثر عن أحوال تقسم عليكم إلى زيارة مواقع مصلحة الأرصاد الجوية أشكركم على المتابعة في أمان الله ترجمة نانسي قنقر